اشتركوا في القناة في الدرس اليوم رح يكون عن دلالة الكواكب وخصوصا رح نبدأ اول شيء بالشمس فرح نذكر الشمس اول اشي وجودها في الابراج الاثنى عشر وبعدين الشمس وجودها في البيوت الاثنى عشر طبعا درس اليوم مهم وخاصة للاشخاص اللي بيحبوا يحللوا خارطة فلكية للاشخاص فلما تيجي انت تفتح الخارطة الفلكية بتشوف الشمس موجودة في برج فهاي الصفة العامة اللي بتكون على الشخص طيب الشمس لما تيجي انت تشوف الطالع بصير الشمس مش تحسبهاش في برج تحسبها في بيت يعني ممكن يجي الثور فاذا اجد الثور معناته الشمس موجودة وين موجودة في بيته الرابع بما انها موجودة في بيته الرابع معناته بتنطبق عليه صفات الشمس في البيت الرابع يعني باخذ من صفة الشمس في برجه كاسد ولكن الصفة الغالبة عليه اكثر واللي بتقدر تحل انت منها شخصيته الاساسية بدك تشوف الشمس في بيته الرابع ايش معناها هيك انت بتعرف جزئية من خارطة فلكية لهذا الشخص وكل فترة عنا درس بيحكي عن كوكب وجوده في البرج ووجوده في البيت خلينا نروح ونشوف الشمس في الحمل يكون قياديا ولكن غالبا ما يفقد صبره في منتصف الطريق وبندفع في تصرفاته الشمس في الثور بيتصرف بشكل عملي وبيتحرك نحو هدفه بخطوات ثابتة مستقرة وبيحب امتلاك المادية الشمس في الجوزاء يبحث عن اسلوب حياة متميز بالتجديد والتغيير بعيد عن الروتين والملل الشمس في السرطان بيكون حساس جدا قوي المشاعر مزاج الطباع ويجد ساعدته داخل بيته بين افراد عائلته الشمس في الاسد يكون قياديا بيهم الحصول على مركز قوي في مجتمعه وبتعامل مع الناس بنزاهة وكرم الشمس في العذراء بيتصرف بشكل عملي وبينتبه في عمله لكافة التفاصيل الدقيقة وبيميل انتقاد الغير ووضع اليد على عيوبهم وأخطأهم الشمس في الميزان بيبذل جهده لتسود من حوله أجواء من التفاهم والانسجام وبتعامل بدبلوماسية مع الغير الشمس في العقرب بيمارسوا نوع من النفوذ أو التأثير على الغير وبيحبوا امتلاك الماديات وعندهم تصميم كبير على النجاح في حياتهم الشمس في القوس بيبحثوا عن أسلوب حياة متميز بالتغيير والتجديد وبيحافظ على نظرة فلسفية إيجابية للحياة الشمس في الجدي بيكون طموح بيضع الهدف نصب عينه وبيسعى إله بشكل عملي مدروس الشمس في الدلو ما بيتصرف بشكل تقليدي بل بيفكر بالآخرين زي ما بيفكر بنفسه وبيحافظ على حريته واستقلاليته وبيتعامل مع الجميع من منطلق المساواة الشمس في الحوت بيكون حساس تجاه مشاعر الغير وبيحاول مساعدتهم هيك إحنا حكينا عن الشمس لما بتكون في البروج خلينا نشوف إيش يعني الشمس لما بتكون في البيوت إيش بتعطي كل شخص الشمس في البيت الأول بيتمتع هذا الشخص بقدرة على القيادة وبيكون واثق من نفسه طموح الشمس في البيت الثاني تنصب جهود هذا الشخص على استقلاليته المادية وبيهم الحصول على المال بضمان مستوى معيش جيد الشمس في البيت الثالث بيتمتع هذا الشخص بقوة الفكر وبينجح بشكل خاص بالاتصالات والتدريس الشمس في البيت الرابع بيهتم هذا الشخص بأن يمتلك عقار مسجلا باسمه الشمس في البيت الخامس بيحب مباهج الحياة ولاسيما الرومانسية منها وبيكون عنده الميل لتجربة الحظ كما أنه بيحب الأطفال الشمس في البيت السادس بيتفاخر هذا الشخص بعمله وبيحاول تقديم خدمات صحية للآخرين من خلال العمل وبتكون صحته غير قوية الشمس في البيت السابع بينظر للحياة نظرة جدية أكثر من اللازم عشان هيك بتأهله في الدخول في جو من الاكتئاب حيث يبدو حزيناً أكثر الأوقات الشمس في البيت الثامن بيحصل على المال بفضل جهود الآخرين أكثر من جهوده الشمس في البيت التاسع بيبدي اهتمامه بالأمور الروحانية والفلسفية والأمور الغامضة وبميل أكثر للسفر والانتقال من مكان إلى آخر الشمس في البيت العاشر تتجه النظرة نحو تحقيق مركز قيادي في مجتمعه لاسيما العمل الشمس في البيت الحادي عشر بينشط بين أصدقائه وأحبائه وبيجي التعاون منهم وبتكون عنده اهتمامات اهتمامات أو اهتمام بالبشرية الشمس في البيت الثاني عشر بينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها وبيفضل الاندماج للعمل في مؤسسة كبيرة وبيسعى على توفير احتياجات الآخرين هيك من كون انتهينا من هذا الدرس يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك